وصاحبة الدين هي التي إذا نظرت إليها أسرتك وإذا أمرتها أطاعتك وإذا غبت عنها حفظتك في نفسك وفي مالك وهي تعينك إعانة كبيرة على أمرين الأمر الأول على طاعة الله تشجعك وتنشطك هي وكثير من الرجال الآن الله مبارك اهتدى عليها زوجته وعلى أقل تقدير أصبح يقرأ القرآن لأنه يرى زوجته تقرأ و يخجله زوجته الله مبارك تقرأ و حافظه صار يخجله و أصبح الحمد لله من أهل القرآن و بعض الرجال ما يعرف قيام الليل صار يقوم الليل لأنه يسمع زوجته تقوم الليل و الأمر الثاني تعينك على تربية أولادك فأنت المرأة ستتحمل عنك شيء كبير جدا في تربية الأولاد في تربية الأولاد و إذا اجتمعت الجمال مع الدين فحسبك بها إن اجتمع الجمال مع الدين هذه نعمة و لذلك الإمام أحمد رحمة الله إليه كان يحث مع الدين أن يبحث عن الجمال و إذا الحمد لله اجتمع الجمال الدين مع الجمال مع الحسب مع المال هذه نعمة عظيمة إذا اجتمعت الأوصاف الأربعة لكن النبي عليه الصلاة و السلام أراد أن يجعل من الرجل أن يكون أول درجة في سلم اهتمامه في الحياة الزوجية أن تكون ذات دين و كل من اقترن بامرأة ذات دين ذات دين ارتاح و اطمأنه و عاش سعيد و لله الحمد و المنة ترجمة نانسي قنقر